نعم يرى قبل دقائق قليلة من الآن سمعنا أصوات انفجارات عنيفة في منطقة قريبة من الضاحية الجنوبية المؤشرات الأولية تشير إلى أن المنطقة المستهدفة هي منطقة الأمريكيين وهي تقع على مشارف الضاحية لم نسمع أصوات طيران حربي ما يشير إلى أنها وربما هذه الغارة تكون من قبل طائرة مسيرة حيث لم يكن هناك أصوات للطيران الحربي كما هو معتاد قبل وقوع مثل هذه الانفجارات الانفجارات كانت عنيفة وسمعناها بشكل قوي وشكل واضح وتتصاعد من خلف نشاهد صحب الدخان من المنطقة المستهدفة يعني ربما الزاوية أو الموقع الذي نحن متواجدون فيه ربما لا نستطيع فيه أن نأتي بالصورة بشكل واضح ولكن عندما حاولنا النظر نشاهدنا صحب الدخان تتصاعد من المكان المستهدفة يعني لا معلومات حول طبيعة هذا المكان أو المنطقة المستهدفة وما هو الهدف منها حتى الآن أو ما إذا كان هناك إصابات أو ضحايا جراء هذه الغرط نعم نعم يرى نعم متحت قبل قليل كنا نتحدث بأنه أصبحت كما وصفتها أشبه بمدينة أشباح الضحية الجنوبية شاهدنا تقارير أيضا لكيف أن النيران حتى في النهار أو الدخان ما زال يتصاعد من شدة وقوة هذه الضربات لو نتحدث مرة أخرى عن هذه الغرات وتأثيرها على شوارع الضحية الجنوبية التي كانت تكتظ بالسكان نعم يعني من المعروف أن الضحية الجنوبية هي من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في بيروت وفي لبنان عموما تحولت إلى ما يشبه مدينة أشباح بشكل كبير وتكاد لا يكون هناك أي نوع من الحركة باستثناء بعض السكان الذين يأتون ما بين حين وآخر لأخذ بعض أغراضهم أو المستلزمات وربما الأوراق الخاصة بهم حيث يعني عمليات النزوح تتم بشكل مفاجئ وطلبات الإخلاء من جانب الجيش الاحتلال لسكان بعض المناطق تتم بشكل سريع ما بين طلب الإخلاء وما بين الغراض التي تشنها الطائرات الإسرائيلية لا وقت كبير حتى يستطيع السكان أن يعني يحملوا أغراضهم أو ما يلزمهم في رحلات النزوح لذلك يعودون بعد ذلك لأخذ بعض الأغراض الشوارع ربما المهمة والتي كانت تكتظ بالحركة والمناطق السكنية وربما مجمعات سكنية بأكملها قد تهدمت وحالة الدمار يعني بشكل كبير في الضاحية إلى أن يردنا أي معلومات حول الغراض الأخيرة وطبيعة المكان المستهدف وما إذا كان هناك ضحايا سنوفيكم أولا بأول